السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ويرب الجميع كن دام بخير الفيديو النهاردة ومحاضرة تحت النهاردة محاضرة في غاية الأهمية هنشرح فيها التشكيل والتكوين المعمالي للمساجد عبر العصور من أول عصر فالفق الرشدين والحد عصر محمد علي هنشوفنا بعد كده هو البرتو تايب اللي هو النموذج التصميمي اللي تلع منه كتير من الجميع اللي يدرسها عبر العصور المختلفة قد تبصلي معي كويس قوي على الاسكيتش ده هو الاسكيتش ده هو اللي هنشتغل عليه بس لازم انه احنا بنشتغل عليه وكون فاهمينه كويس الموضوع اتفقنا مرتبط بالفهم مش بالحفظ هنبصنا بعد كده هوت عن نموذج التصميمي في كل عصر من العصور التاريخية الاسلامية من أول عصر فالفق الرشدين وحتى عصر محمد علي كنا شوفنا مع بعض ترتيب العصور تمام الاسلامية هنلاقي البداية بالنسبة لنا عصر خلافاء الرشدين وبعد كده هوت العصر الفاطمي وبعد الفاطمي الايوبي وبعد الايوبي المملوكي وبعد المملوكي العثماني وبعد العثماني عصر محمد علي اللي في كتير من الكتب اللي ديما كانت بركبوه من العصر الحديث طيب العصور ديت هنلاقي بكل عصر من العصور اللي احنا ذكرناهم فيه عندي نموذج تصميمي ده هو بروتوتيب وطلع من تحت نموذج ده هوت او نماذج المختلفة هنشوفها تصميمات كتيرة تمام؟ لجوامع هنتعرض عليهم من خلال السور المختلفة نحن نشرح بها تمام؟ وبرده من خلال زيارات الميدانية ومن خلال الفيديو يعني احنا دايما في كل الكورس المدرسه دايما فيها عندنا زيارة ميدانية بساعدة الظروبه تحكم من احنا ننزل نتيجة كورونا او غيره لكن هنعود دوت من خلال نحن نتفرج على الفيديوهات كتير للاماكن ده هنشوف مع بعض عندنا اول عصر بالنسبة لنا هو عصر الخلفاء الرشدين عصر الخلفاء الرشدين تمام؟ فيه ثلاثة بروتوطيب للمساجد اول بروتوطيب جامع بسيط جدا شكل مربع فيه اكتر من مدخل تمام؟ فيه نهوات مدخلين على الجدار في اليمين وفيه مدخلين تحت ومدخلين على الجدار الشمال عبو اليسار ولا انهوت مفيش اي مداخل نظر انهوت على ان الحائط ده لدي حائط الخاص بالابلة تمام؟ حشان كده هتلاقي في النامزج القديمة ما كانش صح ان انا اعمل مداخل من ناحية الابلة على اساس ان الناس بيصلوا او المصليين الموجودين عندي جوا الجامع بيصلوا متوجهين وجوههم للحائط يبدأ جامع فابسط صوره جامع فابسط صوره فيه اعمدة قليلة مساحته صغيرة مداخل بتاعته محدودة في كل ضلع فيه مداخل مع هذا حائط الابلة طيب لو انا حبيت استرشد بدا ان ممكن يكون جامع ايه اللي هو شبه النموذج ده هو او طلع من النموذج ده هو لو نموذج ده فيه ايه ممكن نقول ان دوت جامع عمر بن رعاص في العصر القديم عندنا جامع عمر بن رعاص اتعامل واتطور في عصول مختلفة عارفين احنا في العصر اللي هو عصر سيدنا عمر بن رعاص هلاقي الاهتمام ان هو كنا عاوز يعمل مكان بيدي فيه الناس للإسلام تمام والمكان ده الناس هستطل فيه وتعرف احكام الدين وبعض الوقات بيستعمل كمدرسة وفي وقت تاني بيستعمل ممكن كمستشفى وبتاخد من خلاله قرارات كمان خاصة بالحق تمام فالمكان ده هو اللي هو اتعامل اللي هو اتسمى بعد كده او سمية بجامع عمر بن رعاص كان صورته البصرية تمام ابسط ما يمكن نموذج جامع اللي عملها بتاعته تمام من الجزوع النخيل والسقف بتاعه من جديد النخيل والموضوع افسط ما يمكن بقى المواد متاحة للبناء بدأ ان هو ينفذ الجامع ده هوت باسرة ما يمكن بحيث ان هو يبدأ يوعى الناس ويبدأ يدعو للدين الاسلام وهكذا يبقى ممكن اقول النموذج ده هوت هو نموذج بيشبه لحد كبير او طلع منه جامع عمر بن رعاص بصورته الاولانية تمام؟ طيب بروت طيب رقم اثنين بروت طيب رقم اثنين اه ممكن اقول ان دوت تطور للجامع الاولاني او الاصلي مثل بالضبط ما حصل تطور لجامع عمر بن رعاص تمام؟ بقى في عندي اجامع في مجموعة اعمدة اه كتيرة بقى في عندي مجموعة اروقة يمين وشمال وفوق وتحت الاوبن كورت او الصحب تمام؟ او الفناء المكشوف او باسيو زي ما بتسمى في الايه في كتير من الكتب تمام؟ يبقى اما اجي اشوف دلوقتي على في الوسط عندي في فناء مكشوف وفي عندي مجموعة اروقة المداخلة عندي موجودة يمين وشمال وتحت مش كده؟ اما الحائط اللي فيه المنبر والمحراب مفيش فيه ايه اي مداخل يبقى ده علينا هو بيجوه ايه؟ ممكن يشبه تطور الخاص اه بالفكر الخاص بالمساجد تصوير المساجد اللي هو كان في البداية ممكن اقول ان دول تطور جامع عمر بن رعاص او طلع من تحت ايدي بروتوطيب دول جامع عمر بن رعاص بعد ما حصل له انتدادات تمام؟ بعد ما حصل له انتدادات وبعد ما ايه حصل فيه تبسعات وشكله اختلف كتير عن صورة بصرية ايه الاولانية يبدأ بروتوطيب رقم واحد تمام؟ وده بروتوطيب رقم اتنين عندما حصل استقرار وبدأ المساجد المساجد تبقى نظرا على المسلمين زاد وده بروتوطيب رقم ثلاثة اه؟ وغضع زم بروتوطيب رقم واحد واثنين بينتمل العصر الاموي اما بروتوطيب رقم ثلاثة هلقيه ظهر في العصر العباسي بروسة طيب رقم ثلاثة وتطور الاثنين وتطور الواحد تمام ولكن الجامعة برضو نفس الكلام عبارة عن صح كبير تمام مكشوف منه للسماء في النص بقى عندي ظهر عنصر جديد ده هو اسمه فورة او الميضة المكان المغطى بقبة كعلامة بصرية مميزة لان تحتي في حاجة مهمة تحتي في عنده عنصر المية تمام المسلمين هيخشوا فيه هيقدروا ان هما يتودوا ويقدروا ان هما يشربوا مية سقعة ونظرا المياه تمام او المية في غاية الاهمية فتم التأكيد عليها من خلال ايه؟ من خلال الابة وناخد بقى ان الابة عنصر معماري في غاية الاهمية لما اجحطه لازم انا باكد على عنصر مهمة او حاجة مهمة محطوهش في اي مكان كده بالسلام فهنا هو تحطه تمام وتحتي عنصر المية فعشان ااكد على ان هنا فيه عندي حاجة مهمة حط فيه ابة تمام؟ يبقى الناس اللي هيجوا جامع اشربوا ويتوضوا تمام؟ هاشربوا كمان مية سقعة ومش بس كده بقى ده يتعبر كمان معالجة بقية ومناخية يعني ايه معالجة بقية ومناخية؟ غير الغرض الوظيفة احنا قلناها ان انا هتوضى واشرب اه معالجة بقية ومناخية احنا عندنا في القاهرة او في مصر معظم مواسم السنة خار في المجاة احط عنصر مية في وسط الجامع او في وسط الفناء المكشوف تمام؟ ونتيجة انه في عندي هوا يقوي هوا لا يقوي هوا بارد نتجة انه كانCharles بعد العنصر سي عنصر المية وعنصر العنصر إلى الشجر تمام؟ فبالتالي انال المئة في هذا المكان بغاية هوات nine السلة لهته القليل وهيسبب لي انهيلي في المكان هوا ساقع فأصبح دلوقتي ان العنص الماء في غاية الهمية عشان اتوضى منه واشرب منه وكمان عشان الخاطر يحاول الهوى السخت الهوى بارد فيعمل تكييف طبيعي تمام زي ما كانش فيه طاقة ما كانش فيه كهرباء ما كانش فيه ولا مراوح ولا فيه تكيفات فازاي يخلي ان الناس بتقعد انهود عاديين في مكان فيه راحة حرارية تمام مناسب لطبيعة جسمهم فعمل الفكرة دي ان هو حط عنص الماء في النص مصابوش بقى كمان مكشوف عشان الشمس تقضط فيه لا ده كمان غطاه بقبة عساس تبقى دايما فيه هنا طيار هوا نتيجة فرق الضغط وبين الموجب والسالب او بين السخن والبارد تمام فبقى هنا فيه طيار هوا وكمان الهوا بتاعي في الجزء دهو في الحت ديت او في الزن دهو يبقى هوا ساقع تمام فيه عندي الهوى مجموعة ارويقة تمام هنا مجموعة ايوانات اه في عندي في الشمال وفي الجنوب وفي الشرق وفي الغرب طبعا الارويقة هتلاقي اكتر رواق مساحته واسعة هو رواق القبلة تمام من شوية انا قلتم بجموعة ايوانات طبعا ايوانات حاجاتنا خالص هتبقى ان احنا بقول ان الجامعة بتصمم تمام الجامعة القديمة بتصمم من فكر الايوانات او بالفكر تمام الارويقة نموذج جامعة رقم واحد واثنين واثلاثة ده كله بتفكر الايوانات فكر الارويقة نتيجة ان في عندي اعمدة وفي عندي مجموعة باقيكات باقيكة اثنين تلاتة اللي هي صف من الاعمدة بينهم عقود متصلة باقيكة اما المساحة المحصولة بين باكتين ده اسمه الرواق تمام وفي بعض الكتب بيسمى المساحة الكبيرة اللي هي الظلة الكبيرة اللي هي لحة الابلة تمام ظلة نظرا ان الناس بتصمم تستظلة تحتها تاني الظلة هي مساحة كبيرة اللي هي متساقفها بالخشب او غيره ده الناس بتصمم الظلة تحتها عشان ك اسمها ظلة تمام فالجزء اللي هو الخاص بالكتب execعة مجمعهم بتذلك هو الرواق الكتب رواق المساحة المعصولة بين باكتين رواق الكبيرة يعطنها المساحة الكبيرة او الظلة الكبيرة التي تغطي جم云 المصليين تمام اللي عندها المنبر والمحراب اللي فيها اكبر علم المصبليين يصدروا فيها نب lengهuuuu احنا من شوية قلنا الايوانات. الايوانات عندي الفكر تاني مختلف ظهر معي في العصر الايوبي وتطور في العصر المملوكي. تمام? زي ما هنشوف مع بعض كده هوت اه في العصر الايوبي زي نجمة دين ايوب و الجامعة سلطان حسن و قايد باي و قانباية الرماح والغوري و حياة كتير اوى هنشوفها مع بعض مبنية بالنظام الايوانات. يبقى لحد الوقتي كل جامعة مستعرضها مبنية بالنظام الايه بالنظام الايوانات. تمام? طبعا ظهر معي هنا هوت في النموذج الرقم 3 قبل الطيب 3 المأزانة. عنصر المأزانة. تمام? والمأزانة كمان بقت عند جدار الجامعة الخارجي او جدار الخارجي الخاص بالمسجد. وبقى في عدد كمان زيادات. ظهرت معي حرف U. تمام? ارض الزيادة اثنين ثلاثة. فدي كلها افكار اه تعتبر مستحدثة اه في عصرها ومتطورة عن الجوامع اللي قبلها. تمام كده يا شباب يبقى كل جامعة كان بيظهر في عصر الحديث. اه كان بيعمل تطور للي قبله. فاعتبر ده القديم. التطور بقى كده. بعد كده ده. التطور بقى كده. وهكزه. طعم كده يا شباب? النموذج التطميمي بتاع البلان ده هو او برود الطيب ده هوت. اشهر حاجة موجودة عندنا في مصر. من العصر العباسي هو جامع احمط لون. النموذج ده. اللي في عندي مدايخ الكتيرة من جميع الجهات. تمام? اللي في عندي في النص فورة. اللي في عندي مازانة. محصورة ما بين اه جسم الجامع او حقق الجامع وبين الزيادة. او موجود في الزيادة. تمام? اه ده نموذج تطميمي ظهر معنا في العصر الطلوني. تمام? عصر الطلوني ده او احمط طلون هو اساسا رجل عباسي. تمام? جاي من ناحية العراء. ويبنتمي العباسيين ونشك عنهم. بذلك هتلاقي في كتير من الكتب. العصر بتاعه بسمى العصر الطلوني بنظر ان هو مفرد بالحكم. ان هو اه بعد عن العباسيين او بقاش بياخد قراره ما بقاش بيرجع ليهم. تمام? يعني هو بقى قراره او هو اه ساحب القرار من غير ما يرجع لحد اه كوالي او غيره اللي هو كما موجود عندنا ببغداد. اللي هو بنتمر للعصر العباسي او الدول العباسيين. يبقى اصبح دلوقتي بروتوتيب دوت. تمام? ده اخر بروتوتيب عصر خلفاء الرشدين. وبعد كده عصر اموي وعصر عباسي. احنا كلمنا على الثلاثة عصور دول مع بعضهم. كانهم كيان واحد. هلاقي فيه بروتوتيب الثلاثة دول. تمام? اه دول بروتوتيب يتلع منهم مساكن كتير. بروتوتيب رقم واحد واثنين هم ثلاثة من اول عصر خلفاء الرشدين. تمام? وبعدها عصر اموي وعصر عباسي. يعني كدين ثلاثة بروتوتيب دول بنتموا الثلاثة عصر اصور اللي هم الاوليين تمام? المجادين عندي في الحضارة الاسلامية. عصر خلفاء الرشدين وعصر اموي وعصر عباسي. تمام كده يا شباب? طيب هنتنين بقى من الحكبة ديت لحكبة تانية اللي هي العصر الفاطيمي. هلقي في العصر الفاطيمي فيه اتنين بروتوتيب. كده احنا شايفين كده. في بروتوتيب عبارة عن في النص فيه فناء مكروف. وفي عندي مدخل اتنين ثلاثة على اكسس كده هوت تمام? اه الاكس الرئيسي او مدخل رئيسي تمام? لو انا مشيت كده من عنده لان في محور بوصلني لحد المنبر والمحراب. في عنده قبة صغيرة فوق المنبر والمحراب وفي قبتين صغيرين المين والشمال. الفكر ده هو تمام? ده ظهر معي في العصر الايه الفاطيمي. وده نموذج لجامع كبير تمام? اما لجامبه دوت ده نموذج لجامع صغير. تمام? نموذج التصميمي اللي هو الجامع الكبير ده. اه بلوط طيب ده اطلع من تحت دي جامع ايه? اه او اطلع من تحت دي جامع ايه? اه في العصر فاطيمي هلاقي جامع الازهر. ما بنى اغرار الفكرة دهو. هلاقي جامع الحاكم. ما بنى اغرار الفكرة دهو. تمام? وسواء جامع الازهر او جامع الحاكم اعتبر جامع من عصر فاطيمي. واعتبر جامع كبير. هم? فكرة برضو المجاز. تمام? اللي هو الـ design اللي تعمل المتكر. الترقة الواسعة. تمام? اه اللي هي عالية من حسم الارتفاع اه اه اما حولها. تمام? ونتيجة ارتفاع ما بين المجاز وبين الاروقع الموجودة خوالية بلاقي في فتحات علوية بدخل الضغط طوية للمجاز تمام ده العنصر معماري بيربط الفناء المكشوف بالمحرب تمام فاصلح برضو عنصر المجاز ظهر معي تمام العنصر اللي بيجبني من الفناء المكشوف وديني للمحرب اللي هو بارز من حس الارتفاع وممكن يكون اعرض من حس العرض طيب بقى المدر التصميمي ده بالشكل ده بالدزاين ده ظهر معي في العصر الفاطيمي ده الموزج للجامع الكبير فكرة برضو من المأزانتين اللي هي يمين ومشمال ده عند ايها موجودة وظهرة اه شبه ده في ايه في جامع الحاكم جامع الحاكم امر بالله اللي هو موجود عند في شمال شرع المعز تمام عند صور القاهرة الفاطيمي عند البوابة الشمالية تمام اللي هو بيقعد بين بوابتين ايه بقى? اه اللي هو بواب النصر وبواب الفتوف طيب برضو طيب رقم اتنين ده اعتبر جامع صغير ده احنا شايفين كده اوت في مدخل اتنين تلاتة اعتبر هو شبه النموزج الكبير بس على صغير من حيث المساحة برضو مبدل من نظام ايه الارويقة والاخرى عندي في عندي ايه محراب وفي عندي ممبر تمام? اه ممكن اشهر جوامع الشابه ده او اللي تلع منه من بروسطيب دوت اشهر جوامع تلعت من تحت ايه بروسطيب ده هوت هلاقي في العصر الفاطيمي ها? اه فيه جامع الاكمر وفي عندي جامع الصالح طلاقع ده اعتبروا نموزجين تمام? من الجوامع الصغيرة اللي موجودة عندي في ايه? في العصر الفاطيمي. طيب هنيجي بقى نتنقل من عصر الفاطيمي ونخش لعصر الايه? الايوبي. العصر الايوبي زي ما احنا شايفين كده وتلسكتش ده اهو. ده نموزج محبر عن عصر الايوبي. ده اه لو شفت بروسطيب ده ممكن يبقى جامع ايه? ممكن نقول جامع نجم الدين ايوب. تمام? صالح نجم الدين ايوب من اشهر الجوامع اللي موجودة عندي في العصر ايوبي. هم? وهلا يبقى ان الجامع ده مبني من نظام الارويقة ولا الايوانات. لأ ده هبقى من نظام الايوانات. ها? ايوانات مساحة جديرة. في غير ما يبقاش فيها اي اعمدة. تمام? هلا يبقى في بعض ايوانات فيها اعمدة كده على استحياء. هنشوفها بعد كده. لكن غيبية العظم الايوانات مفيش فيها اي اعمدة. وفكر الايوانات دوت ده ما نقول من الحضارة الفارسية. اللي هي حاليين موجودة عندي ايران. تمام? ففكر الايوانات ده هلا يبقى ان هو موجود عندنا في الحضارة الفارسية. وبدأ ان هو تعمله اعادي التصميم. تمام? اللي هو ري دي زاين. عساس ان هو بدأ يصر معايا في الجوامع بشكل مختلف وشكل ايه جديد. يعني الفكر الايوانات دي اعمرت عساس ان هيات الامدارس. بيتدرس فيها تمام؟ مزاهب المختلفة او المزهب الأربعة أو بعض من المزهب الرئيسية زي ما نشوف بعد كده هوت ان كان بتدرس في الجامع ده هو بالذات ده هو بتعنيك مدين ايوب المزهب الشافعي تمام المزهب الشافعي والمزهب الحنيفي تمام كده هوت طيب ايه مجموعة غرف كتيرة موجودة عندي في بلتطيب ده هوت ده عبارة عن خانقاوات خانقاوات يعني خلوات خانقاوات مفرد بتاعها خانقا خلوات معناها خلوة خلوة يعني مكان اقدر اختيلي فيه بنفسي وقدر ان انا اقعد كده هوت اتعبت تمام اعرف ان انا اقتل القرآن اقدر ان انا انام واقوم تمام وياكل واشرب وانفرب بنفسي تمام غير ما حد يزعجني لعبارة عن غرف ينفع ان انا اقعد فيها كاستضافة يعني كان الجامع بيستضيفني ايكل واشرب ونام ببلاش تخيل بقى ان دي كانت غرف فندقية وظهرت معي في العصر الايوبي عشان يشجع الناس ويحببهم اكتر في الايه في الدراسة والتعمق في المذاب المختلفة ويحببهم اكتر من ناحية العقائدية من ناحية الدينية تمام ويصلي حواليه هنا بقى نظرا للتقدم وروقي اللي هما كانوا فيه عملوا غرف مفصلة كأنها غرف فندقية تمام متصلة بالجامع بشكل مباشر عساس ان انا ماجي اكل او اشرب او انام تمام او اطل القرآن حتى اقدر انفرب بنفسي مغاني بحد يشوفني بحيث ان انا اتعبد عاوزة بقى فوص الناس اطلع من الغرف مدية هبقى موجود كده في الفنائي المكشوف هعرف اخش وبقى اصلي تمام ويممكن ان انا كمان ايه ارى كرآن مع الناس وغيره فده ان دول بدون اعمال تقدم العصر ده طيب هنشوف برضه نموذج بعد كده هوت بعض العصر الايوبي اداني في عصر مملوكي عصر مملوكي في عام 3 بلوت ثلاثة تمام لا اربعة ها في عند بلوت طيب رقم واحد بالane مبني منظام الايوانات او الارويق ها ابني بنظام الارويق ثلاثة تمام رقم اتنين مبني بنظام الايوانات شايفين اتنين W-2-3-4 اما الاعمالة الكثيرة ديت يعني ان Rosa التي تدعب هنا ارويق تمام مساحة كبة دخل جوه دي مش ايوان بلوت طيب رقم الفياد كلام كان عصر ايوان وفي نفس الوقت نوعي هذا ايوان وفي نفس الوقت اله يتبقى مستند genera بيشتريكا ايوان نعم بمنظام ايوانات بس ايوانين كبار وايوانين صغيرين يعني معناها ايوانات او الايوانين وسدلتين با ايوان وسدلة ها سدلة معناها ايوان صغير يبقى ده عندي اربع ايوانات بس فيه اتنين فيهم صغيرين طيب الفكر ده هوت تمام بروتوتيب الاربعة ده هلان واحد واثنين ضفع عصر مملوكي البحري وثلاثة او اربعة ضفع عصر مملوكي البورجي طمام جوا عصر ممليك اقدر اصنفهم مملوكي بحري ومملوكي بورجي واحد واثنين ده بحري وثلاثة او اربعة ده موزك بورجي بروتوتيب رقم واحد ده لو انا حبيت ابحث عليه على النت واقرف الكتب تمام ده طلع من تحته جامع ايه هلاقي اشرى جوامع شبه بروتوتيب ده هوت تمام او بانت على اغرار البروتوتيب ده هو هو جامع الظاهر بيبرس تمام كده يا شباب جامع الظاهر ايه بيبرس اه هنا زي ما نشوف كدوت فيه مدخل اه ليه علاقة من خلال محور او اكس بالابلة او بالمحراب المنبر ولان فيه اكس تاني تمام بيمر بالمنتصف افنان المكشوف تعطبح دلوقتي ان البروتوتيب ده هوت ها شبيه شبيه بروتوتيب الموجود عندي في العصر الفاطيمي اللي هو الكبير تكا ان ده اتطور وبقى ده نتيجة القبه الكبيرة اللي ظهرت معي تمام ومساحة الجامعة كمان زادت اكتر واكتر بناموزة التصميم بتاع بروتوتيب رقم واحد ها اللي هو عصر مملوك البحري ده جامع الظاهر بيبرس طيب نيجي بقى بروتوتيب رقم اثنين بروتوتيب رقم اثنين اشهر الجوامع الموجود عندي تمام اللي متناب بنفس الفكر بروتوتيب لهوت هو جامع سلطان حسن وجامع سلطان حسن من الاشهر جوامع الظاهرة معي في عصر مملوك البحري تمام وممكن هو في كتير من الكتب بيسموه بضرة العمار الاسلامية نظرا ان هو اعتبر من الاشهر الجوامع ده اللي موجود عندنا لعملة اه لعملة الميت جنيه فرانك لو درايت لما جيه الظاهر القاهرة راح اصر ان هو يروح وشوف جامع ومجموع السلطان حسن ان هو مجموعة فيها سكت الطلبة وفيها مدرسة وفيها ضريح وفيها بيمرستان وحيات كتير قوي وسكن برضو الاساس ده وغيره فهو لما جيه وظهر جامع سلطان حسن انظهر به تمام وقال ده اعتبر الهرم الرابع عندنا هنا في مصر واستعجب وقال زي عندكم الكام ما هون من العمائر المختلفة المتقدمة من حيث الفكر وثقافة ويتبصوا على الفكر الغربي او العمار الغربية فقال نحن عندنا كنز نقدر نحن نحن نستفاد به ونطوره لان الكنز ده منفرد مفيش مستيد ليه في العالم تمام وده بتاع ناسه اهله فهو استعجب ازاي احنا مش هو غضيب بنا منه ونتعلم تمام الحضارة الغربية الفكر مختلف تماما وبعد عان شوية ثقافتنا في حين احنا عندنا فكر اشار ليه وقال يعني استاهل ان هو يدرس واستاهل ان احنا نحلله عشان نتعلم منه عشان نبدأ نشغل على اجراره عشان نطبع مباني نفس الفكر بس بتكنولوجيا بقى الحديثة طيب يبقى عندنا برطايا برقم واحد قولنا ده ظاهر ببرس برطايا برقم اثنين ده سلطان حسن والاثنين مملوكي بحري تلاتة واربعة ده مملوكي بورجي برطايا برقم ثلاثة اشهر النماذج اللي هي تشبه النموذج ده هو برطايا برقم ثلاثة عشان ما يجا دور عليه اه الاقي ان في عندي مجموعة اسمها ايه اسمها فرج ابني برقو او برقو او فرج تمام في مقابر المماليك الشرقية او في صحراء الشرقية اللي هو المكان الواقع ما بين اه الطريق التسطرات وطريق الصلاح سالم تمام اللي هي اعتبر في الجهة المقابلة من اه مشاخة الازهر وبين وقدام كمان حديقة الازهر وغيره مهم من المساحة الكبيرة هناك هتلاقي ان في جامعة كتيرة مشهورة مجموعة مشهورة من ضمنها برقو او فرج تمام جامعة برقو او فرج او مجموعة برقو او فرج اللي هو ده ده برطة طيب اللي ان في عندي خنقوات اللي ان في عندي ايوانات اللي ان في عندي ارويقة اللي ان في عندي ضرحين لواء قبتين ولان في عندي اتنين سبيل تحت وفوق اتنين كتاب في اعتبر الى حد ما يعني سيمتريك تمام يعني كانوا متماثل الى حد كبير وده مكانش كتير اه مبنى في كل اعتبر مبنى مجموعة في كل الوظائف ديت وفي نفس الوقت بقى الى حد ما سيمتري يعني طيب اذا شفنا برقم ثلاثة وده هنبدأ ان نرسمه ده نموذج من عصر مملوكي بورجي رقم اربعة ده نموذج تاني في عصر مملوكي بورجي تمام اه اتبنى بنفس الفكر وبنفس الغرار فيه جامعة قايد باي قلنا مجموعة قايد باي اللي موجودة عندي عجنيه مصر سلطرة حصل موجودة عندي تمام عمية جنيه جامعة الازهر موجودة عندي خمسين قرش ناخد بنا اول موذور العملات ده ان باي الجوار المشروع هم يتعليم هديت موجودة عندي عملات احنا بتشوفها باستمرار تمام ويعطون معانا في محافظة وفي جيوبنا واحنا مش غضين بنا منه تمام يبقى البروترطيب دوت ممكن اشير ليه تمام اللي طلعه من تحت ايديه مجموعة قايد باي او مدرسة السلطان الاشرف قايد باي برضو الغوري مجموعة الغوري تاب بنفس الفكرة ده هلاقي برضو الاشرف بريس باي تمام وغيره من العمار اللي احنا ممكن نشوفها مبنية بنفس الغرار الفكرة ده هوا اللي هو فيه الليوانين وستدلتين طبعا فيه عندي نوة الضريح اللي هي القبة الضرحية ولكن هوا في عندي سبيل وفي ايو كتاب فأطبر جامع مجموعة طبعا هو من جوان مدرسة ومتبر المسجد وسكن تمام سوار الطربع او الاساس ده وغيره طيب يبقى ده الاربع نمازج اللي موجودة عندي في العصر الممكن بشكل عام اتنين منهم من عصر المملوك البحري وثلاثة هربعة اعتبر او اتنين تانين من عصر المملوك برجى تلاتة بروطايب دول واحد واثين واثماني ده من عصر عثماني عصر العثماني بصلكا معايا مفهوم القبة تغير مكانه تغير مفهوم الجامعة بدأ تغير الجامعة بدأ تغير الجامعة بقاش مجموعة فكرة برضو ان في عندي جزء ملحق بالجامعة فيه فناء مكشوف مكانش كده الاول تصميمه الضريح تغطي جمهور المصليين فكرة الضريح من عصر عصر تختلف بمثال أهمية في العصر الفاطيمي الضريح كان صغيرة وموجودة في المنبر المحراب أو فوق المحراب أساس تحتها الإمام أو الشيخ أو أم المسلمين أما نهوة تجدها في العصر المملوكي فالأبا ظهرت معي لحد كبير تعتبر أبا ضريحية تحتها الضريح أو المدفن بخلاف هذا البروتوطيب ستجدها جمهور المصليين لكن هذا الظهر بيبرس تعتبر بداية من العصر المملوكي فكأنه تطور الجامعة الحاكم وتطور الجامعة الأظهر لأن تطور الفكر الذي ظهر معي في العصر الفاطيمي لكن الغالبية العظمية في العصر المملوكي فالأبا ضراحية موجودة عندي في الكورنر أو في النصية تمام؟ فكأنه تحطي في مكان معين بحسط الأباينة وداما الجامعة تجد أن هناك نصية نصية للمدفن أو الأبا الضراحية ونصية تانية للسبيل وفق الكتاب نأخذ بنا من هذه الأشياء ونلاحظها دائما في أي جامعة مجموعة في العصر المملوكي يبقى الأبا مفهومة تغير يبقى تفوج منهور المصليين الجامعة مبنى بين نظام الأبا المركزية وأنصاف القباب هذا الفكر بيزنطي بيزنطا وهي كوستنطينية وهي اسطنبول وهي موجودة عندي في تركيا وهي الدولة العثمانية أو تتلقى بكده نفس اسطنبول وهي موجودة عندي في الممبراطورية والحضارة الرومانية الممبراطورية الرومانية الشرقية كانت تسمى كوستنطينية تمام ظهر فيها الفكر بيزنطي نظرا برده ناكد قبل نسمى الكوستنطينية كتسمها بيزنطا فالفكر بيزنطي تتعامل وتترجم لمباني كثيرة تمام اتعامل بين على اغرار الفكر بيزنطي أو بنفس المفهوم ده هو القبة ونصف القباب هلاقي مباني الدينية سواء كانت كنائس أو جامع أو غيره كان من قشر الكنائس ظهرت مبنية من ضمن القبة ونصف القباب هو كنسة ايا سوفيا وغيره تمام عندنا من قشر جامعة اللي تبنى بالفكر القبة المركزية اللي هو جامع محمد علي وده هنشوفه مع بعض اللي هو بروطيب رقم واحد ده اللي عندي في عصر أسرة ايه محمد علي تمام يبقى نرجع تاني لعصر روثماني هلاني فيه تلاتة بروطيب بروطيب رقم واحدة هوت تمام مداخن عندي هيت موجودة على اكس برضو الابلة هدي واحد اتنين تناتة في عندي فنائق مكشوف في عندي مجموعة ارويقة اخش على القبة المركزية والمكان اللي فيه بيت الصلاة وفيه انصف القباب والابلة عندي موجودة عندي فوق انقشر جامعة اللي بنت على جرار الفكر دهوت هلاني فيه عندي بقى ايه هلاني فيه عندي جامعة ملكة صفية ده موجود قرب شرع محمد علي تمام ولاني فيه عندي ايجامعة سليمان باشا ده موجودة عندي في صراع الجبل او موجودة عندي في القلعة على صراح الدين تمام ده من 10 نمازج الظهر على اقرار الفكر دهوت جامعة سليمان باشا في القلعة وجامعة ملكة صفية قرب شرع محمد علي بروطيب رقم اتنين عبارة عن قبة مركزية وحواليها تمام ثلاثة اربقة ادرواك اتنين ثلاثة بالفكر ده تمام اتبنى او اتطلع من تحت ايدي اتبنى على غراره لما نجي تشوف كدوة المساقطة القفقية مختلفة في القصر العثماني اتبنى جامعة سليمان باشا اللي هو في بولاء والاقي جامعة محمد بيك ابو الدهب نمزاجين دول ظهروا معي في العصر العثماني طبعا جامعة بيك ابو الدهب من جامعة معلقة اللي هي اعتبر في مواجهة جامعة الازهر اللي يروح من جامعة الازهر هتلاقي جامعة محمد بيك ابو الدهب وبين الاثنين هتلاقي في عند شارع شارع صغير سوق في محلات كتير الجامعة من الاشر الجامعة اللي ظهرت معي نظر ان هو جامعة معلق مرتفع عن الارض مثل فكرة الكنيسة معلقة وهو جامعة مرتفع عن الارض وتبنى مرتفع عن الارض بهدف بحيث ان دور الارضي او جزء صفلي تعمل محلات بحيث ان محلات دي تتأجر وبدأ داخل جاي للجامعة وفي نفس الوقت المحلات ديت ده يعتبر ايه توافق وموأمة لمحيط العمران نظر ان هو حواليه اسواء تبنى ان هو يعمل لتحت الجامعة مجموعة المحلات اساسا هو برضو ايه يفي عندي محلات في مواجهة الاسواق او بتخدم على الاسواق فكدة هو متوافق مع المحيط الارض تمام ده رقم واحد ورقم اثنين نتيجة تأجير المحلات ديت يعرف يصرف عن الجامعة سواء في ترميمه او في تجميله او حتى ان هو بيصرف عن مساكين ان هو بيطلع الفلوش ديت للناس المحتاجة وغيره نشوف ايه الفكر المبتكر ان هو بس مش بيعتمد على ان هو يبقى عنده سنديه وتمامه التبرعات لا ده هو تاجه كمان ان هو يبقى في عنده اجزاء من الجامعة في التأجر وبحيس يبقى عنده الدخل ثابت بيجي بقى بيجي للمكان بحيس ان هو يعرف الصرف في فلوش ديت يبقى كدة الجامعة بيصرف على نفسه وعلى الناس الموجودة خواليه من خلال التأجير يعني فكر صراحة في ممتها القوة وممتها العظم طيب نشوف بقى البروتايب رقم ثلاثة ده في العصر العثماني وده اخر بروتايب موجود معي من العصر العثماني من اشهر النماذج الموجودة عندي الشكل دوت او تصميم دهو تمام؟ هي اكتكية مشهورة موجودة عندي في المغربلين تمام؟ المغربلين دي مكان يعني قرب الحلمية وقرب كمان الغرية مكان يعتبر قريب من سور الخيمية وقرب من جامعة الصلاح طلاقع وقرب من باب زويلة تمام؟ الموجودة عندي في جنوب شرع المغربلين اللي هي مطقة المغربلين هلقني فيها عندي تكية اسمها تكية السليمانية تمام؟ تكية مشهورة سليمانية او سليمانية تكية مشهورة موجودة عندي في حتة اسمها المغربلين على امتداد أصبة المعز عبارة عن التكية التي هي التكية السلمانية سوف نجد عبارة عن فناء مكروف لأن هناك مجموعة أرويقة ونحراب وغرف كثيرة حوالين الأرويقة وغرف شبيهة بالخنقوات التي نشاهدها قبل كده في الجوامع التي ظهرت عندي في العصر المملوكي ظهرت معي الثاني في العصر العثماني ولكن تكية مجموعة غرف ممكن أن يخترب نفسه بحيث أنه يتعبط أكثر تلاقي أن الناس قاعدة باستمرار فرق بين التكية كما نشاهد بعد كده والخنقوات التكية تطور للخنقوات خنقوات مكان مخاص للابادة أعرف أن نخترب نفسي أكل واشرب على سبيل السلطان أبو الأمير وطلق القرآن تمام وتعلم كل هذا في الخنقوات باستمثل غمري هذا في مدة معينة في وقت معين زي سي رمضان وغيره أما فكرة التكية لا فكرة التكية مختلفة برضو سيقعد أكل واشرب ونام وكل شيء ببناش وتعبط لكن الناس كانت قاعدة منقطعة للعبادة لما كانوا يستمومون في بعض الكتب والدرويش فكرة الخنقوات مكانتش بتشجع الناس لأنهم يعطوا لهم يتعبطوا لكن هو عشان في وقت معين يقدر أن يتعبط ويركز في العبادة من خلال الاعتكاف من خلال الاعتكاف ويبقى خنقوات من خلال الاعتكاف ويحصل الاعتكاف ويختلف نفسه ويحصل انه تعبد وتقرب للمدينه أكثر فكرة التكية هي نفس المفهوم لكنه يتنقل ويبقى عطول ويبقى عطول العمر لالناس قاعدة ويبقى شيء ليس كويس طيب هذا مفهوم التكية وهو تطور الخنقوات ولا ان هناك مجموعة محلات ولا ان هناك مجموعة سبيل المجموعة هذه على بعضها ده نموذج ديني او نموذج تعبولي اقدر اقول عليه مثل مسجد مسجد وملحق به اماكن خنقوات وهو تطورت في العصر ويبقى تسمعها تكية تمام؟ وده نموذج بتاعها تكية سليمانية اللي هي موجودة عندي في المقربيلين النموذج ده هو الموجودة عندي ده نموذج ظهر معي في عصر محمد علي ممكن اشرف جامعة البنت بالفكرة ده هو هو جامعة محمد علي موجودة عندي في الى صراح الدين تمام في الكاهرة لاقي في فكرة الفناء المكشوف ومجموعة الاروكا وفي عندي في النص الفوارة وفي عندي نهوة مأزانتين الفكرة العثماني وهو الى الان ننزل اهم ملصص المبري ولان في عندي قبة مركزية وعنصاف كباب تمام؟ دي كلها مرامح الفكر البيزنطي اللي منقول من ايه من بيزنطا او من كوستنطينية اللي ظهرت عندي وطورت بعد كدهوت في العصر دولة العثمانية تمام طبال تطور الفكر اللي ظهر معانا قبل كدهوت لكم موجود في عاصر الدولة العصدنية وقبل كمان عاصر الدولة العصدنية لكم موجود في كستنطانيا وذات فكر البيزانطي اللي بنا به جامع محمد علي كثير من النا بيننا حتّ كم يشوف جامع محمد علي وفيه في تركيا هناك كنية سوفيا وفيه كمان جامع مشهور جامع سلطان احمد. تمام؟ طبعا ده التطور للفكر وده كله مبني على فكر واحد هو فكر البيزانطي سواء في كنية سوفيا او دامها المقابل لها جامع سلطان احمد او في مصر جاء محمد علي ده كل مبني بالفكر الايه? الفكر البيزانتي. طعم? بحنا كده استعرضنا. وده يا جماعة على سبيل الايه? اه على سبيل المثال له الحصر. خدنا امثلة. تمام? من كل عصر. عصر خلفاء الرشدين والاموي والعباسي. بعد كده رقم اتنين عصر الفاطيمي. بعد كده رقم تلاتة عصر ايوبي. رقم اربعة عصر مملوكي. بحري وبردي. تمام? اتنين واثنين. وكده في عندي عصر عثماني في تلاتة وكده عندي عصر محمد علم. تمام? بعتبر ده اللي ظهرت معي. النماذج المختلفة اللي ظهرت معي. اللي احنا هنلاقي كتير من الجوامعة هم ندرسها. تمام? متاخذ من البروتوتيب ده. يعني انها دي شفافة اترسمت. بتطلع من تحدي الشفافة ديت بقى ايه شفافات كتير. لجوامعة كتير مختلفة بتتغير من مكان التاني ومن الاصر التاني. تمام كده يا شباب. حكنا لخصنا التشكيل والتكوين المعمالي في صورته الاولية. اللي هو البروتوتيب. طبعا ده يعني احنا هنرسمه ونشتغل عليه. وانا بديك مثال من كل آآ نموذج. عشان انت دائما تدور ورايا وتشوف. تشوف اكتر ملاحية بنقوله. صح كده احنا قلنا من كل نموذج آآ مثال. يعني قرية الناس تكتب ورانه. يبقى الجامعة الاولين ده بروتطيب رقم واحد. قادر اقول آآ في البداية او الجامعة النبوي في البداية. يبقى المسجد النبوي بعد ما اتطور. طب بروتطيب رقم ثلاثة. بروتطيب رقم ثلاثة. ما بنى على الغرار بروتطيب رقم ثلاثة. ده هنا. طبعا داخل الفارشدين واموي والعباسي. هنا في العصر الفاطمي دوت جامع ايه? جامع الازهر. مش كده. نمرزك العصر الفاطمي الكبير. جامع الاصهر وجامع الحاكم. طيب اجي نهوت البروتاب رقم اتنين في العصر الفاطمي لو نموزك جامعة الصغير. قالت ده جامعة السلف طلائع. ولا هي كمان جامعة الاقمر. بالنسبة للعصر الايوبي. ممكن اشتر نموزك بالفكرة ده هو جامعة نجم الدين ايوب. ويرو من الجامعة في العصر الايوبي. وكان فيها نظام الايوانات والحنقوات والايه والضريح. هلاء نهوت البروتاب رقم واحد في العصر المملوكي البحري. هلاء انهوت البروتاب رقم اتنين. هلاء انهوت البروتاب رقم ثلاثة ده جامعة برقوق فارج او فرج بن برقوق في صحراء المملك الشرقية. تمام? هلاء برضو جامعة المؤيد شيخ الموجودة عندي اه قرب باب زويلة. في دنوب شرعة معزة. تمام? انا اشوف ده او ده. هلاء فيه نفس الفكرة ده هو. اللي هو الفكر اللي في عندي اه 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 اوبا بدراحية. ولاء انه في عندي فكر الارويقة والاقوانات في نفس الوقت. تمام? كأنها اربعة كده اه زونس. ولاء انهوت في النص في عندي الفناء المكشوف. ولان في عندي كمان عندي الفوارة او الميضة. وفي كمان عندي الخنقوات. تمام? والمدخل المنكسر والسبيل والكتاب وهكذا. رقم اربعة ده ممكن اقول قايد باي. او الاشرب برس باي. او الغوري. تمام? دي كلها من هذا القبيل. برضو في جامعة مشهور عندي اه في شارع المعز في مطلة من الحسين. اه اسمه ايه? اسمه سلطان برقوق. تمام? هتيه برضو مبني بالنفس الفكر والغراض دهو. فجامعة كتير هتعرض بيها في برطايب رقم اربعة. طيب ما يجي العصر الرسمية برطايب رقم واحد. ده جامعة ملكة صفية. او جامعة سرايا الجبل اللي هو اسمه جامعة سليمان باشا. يبقى عندي سليمان باشا رقم واحد وملكة صفية رقم اتنين. ده نموذج اه اه اتبر يعني ايه ترجمة لبرطايب رقم واحد في العصر العثماني. برضطايب رقم اتنين في العصر العثماني. قلنا جامعة محمد بيكا ابو الدهب. وجامعة ايه? هم? وجامعة سنان باشا اللي هو في بلاء. محمد بيكا ابو دهب موجود قدام الحسين اه مجانب الازر. طيب برضطايب رقم تلاتة اه قدية مجموعة او دكية السليمانية. دكية السليمانية اللي هي موجودة عندي اه في المغربلين. تمام? برضطايب رقم واحد في العصر محمد علي. انا ده اشهر حاجة عندنا جامع محمد علي. اه يا ريت انا عدت تاني كل ما انا قلته. تمام? تآخر الفيديو عشان خاطر يبقى اللي مكتابش هرايا يكتب. عشان مهم بقاوي ان انا ادور على مساقط قفقية اللي جامعة انا ذكرتها ده. طبعا الكلام ده انا بقوله. وانا يعني مش كاتب وفرقة. انا ان انا شفت بعناية. تمام? يعني كل اللي انا قلته ده انا قلته مغربة انا ان انا تيكت ان انا عملت معيشة لي. فان شاء الله انت برضو هتفهمه قبل ما تحفظه. ان شاء الله يعني ربنا يصفرها يبقى في عندنا معيشة. عشان الكلام ده كله ممحفور جواك. تمام? تقول ده بيعبر عن ثقافة الناس. تمام? وفكر الناس. تمام? بيختلف من عصر لعصر. عشان يلبي الاحتاجات الوظيفية والبيئية ومناخية. وجمالية وحياة كتير اوها هندرسها. تمام? آآ عبر المساجد المختلف. وعبر العصور الايه المختلف. هدلوقتي خلاص. اعتبر خلصنا. آآ الورقة اللي انا كنا خطناها. الورقة دي اعتبر نمازج بوتو طايرس. تمام? نمازج ابتدائية. آآ للمساجد عبر العصور الاسلامية المختلفة. كانت تلخيص لكل الجوامعة اللي احنا نشرحها بالتفصيل عبر العصور الاسلامية المختلفة. اللي هيفهمها ويعرفها. تمام? كأنه كده غطى كل المساجد التي ظهرت معي على قلف مصر عبر العصور المختلفة من الاول لعصر خلفاء الرشدين لحد عصر محمد علي. تمام كده يا شباب? مطلوب مني دلوقتي اجيبها القضيضة. هبدأ ان انا هكتب اسمي اسم المادة اسم الجامعة التاريخ وايه بنات اخرى ممكنة. طبعا اسم السولاتي. هبدأ ارسيم تمام? نفس اللي برا احنا عرضناها في سلايد اللي فات. هم? النامازج اللي احنا شرحناها كلها. وهكتب عصر الايو بي ساي في نموذج واحد. فقبلوا في العصر الفاطمي في نموذجين كبير وصغير. قبلوهم في العصر الخلفاء الرشدين والامام العباسي كان في عندي ثلاثة. تمام? العصر مملوكي البحري فيه اثنين وبرجي فيه اثنين يبقى توتر اربعة. وكده عصر عصر محمد علي فيه واحد. فبنفس التأثيم اللي احنا شفناها هنعمله. ونفس الاسكتش اللي احنا شفناها هنعمله. تمام? ان شاء الله بقى كواب بقى هناخد عصر عصر بالتفصيل. وهبنا نشرح بقى على الجوامع. تمام? اللي احنا ذكرناها. وعساسنا احنا نشوف بقى الكمنات الجامعة عبرها عن ايه. هخشه ازاي. هلاقي جوه في ايه. ايه تاني غير الجوه الجامعة غير ان انا صلي. تمام? اختلاف الفكر من عصر اختلاف ازاي? في الاخر وصلنا لايه? وليه اتغير من عصر العصر? دي كلها حاجات مهمة وتساؤلات ان شاء الله هنرد عليها من خلال الجديوهات اللي جاية. تمام كده يا شباب? اه شكرا لكم. رب نهاردكم استفادنا استفادة كبيرة من خلال الشرح الفيديو بهوت. شكرا لكم يا شباب. وشككم دايما على خير. دكتور كمال الجبلوي.